خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وأصلح هواءها وماءها وترابها وهيئها لتكون صالحة لسكن الإنسان فيها فالهواء خال من الشوائب والتلوث والماء صاف عذب الرقراق والتراب كنز لا ينفد من الخيرات ونزل آدم وحواء عليهم السلام إلى الأرض ليعمراها ويسكنا فيها هما وذريتهما وكان آدم عليه السلام فلاحا فلح الأرض وزرعها هو وذريته وتمتعوا بخيراتها ونعمها وعاش آدم عليه السلام في الأرض ألف عام وبعد وفاته عاش فيها ذريته وسار الأمر على هذا المنوال آلاف السنين وكان الإنسان يقطع بعض الأشجار فيبني من بعضها بيتا يسكن فيه ويشعل بعضها الآخر نارا يطهو عليها طعاما ويستدفئ من برد الشتاء ولم يكن ذلك يشكل أي خطر على الأرض وجوها فعدد السكان قليل والغابات تغطي مساحات واسعة من الأرض كفيلة بتصفية الجو من أي غازات أو شوائب تنتشر فيه ثم أخذت أعداد البشر تزداد بالطراد وظهرت الإختراعات الملوثة للبيئة تترى وأخذت أعمار بني آدم تتناقص بالطراد بعد أن كذر الموت في الصغار والكبار بسبب الأوبئة والأمراض التي لم يكن لها علاج ثم بعد ذلك بسبب تلوث البيئة الذي أخذ يطل بقرنه مع تقدم الإختراعات التي كان لها جوانب سلبية في سنة 1769 ميلادية اخترع الأسكتلندي جيمس واط أول آلة بخارية ثم تطورت بعد ذلك إلى القطار الذي اخترعه الإنجليزي جورج ستيفن عام 1825 ميلادية وفي سنة 1862 ميلادية اخترع الألماني نيكولاس أوغوست أوتو أول محرك انفجاري داخلي الذي هو أساس صناعة السيارات وفي سنة 1867 ميلادية اخترع الكيميائي السويدي الفريد نوبيل الديناميد فأضاف قوة تدميرية كبيرة إلى قوة البارود وبعد أن رأى ما يحدثه الديناميد من خسائر في الأرواح كأنه ندم على ما فعل فوقف ثروته لتعطى جوائز للمبرزين من العلماء والأدباء وفي 2-2-1942 ميلادية نجح الريكو فيرمي الإيطالي في بناء أول مفاعل ذري في العالم في أمريكا وكانت بعده القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية وكان الطوفان فبئس ما فعلوا فقد استخدمت هذه الاكتشافات ضد الإنسانية ولكن وفيات التلوث وأمراض المناعة أخذت تزداد بالطراد بازدياد الاختراعات الملوثة للبيئة وبانتشار استعمال المواد المخربة للبيئة في الزراعة والصناعة كالمبيدات الحشرية وغيرها هذا إلى جانب انحسار مساحات الغابات الرئة التي تتنفس بها الأرض بعدما أعمل فيها الإنسان قطعا وتخريبا ليستفيد من أخشابها وليحول أرضها إلى أرض زراعية يزرع فيها الحبوب ولم يدر الإنسان أنه بتدميره الغابات إنما يدمر نفسه ويجعل حياته على وجه الأرض في خطر كبير غريب أمر هذا الإنسان إنه يفضل لذته ومصلحته العاجلتين على مصلحته ومصلحة أجياله الآجلة الباقية ترجمة نانسي قنقر